خلصنا بناء بالفيديوهات السابقة وما عملنا الخطوات التالية بهذي الفيديو احنا عرف شو فيه بعد الديو السلام عليكم ورحمة الله بركاته وطياركم عبد احمد حجازي بالفيديوهات السابقة كان كله شغل على الهارد وير بس الفيديوهات التالية رح تكون شغل على السوفت وير ونتأكد كيف نتحكم بهذا الطياره هاي شو الخطوات اللي لازم نعملها من بعد ما نخلص تركيب الطياره وان شاء الله رح ناخدها بها الفيديو والفيديو القادم ان شاء الله بهذا الفيديو رح وريكم من بعد ما بنينا الطياره قبل ما نشغل الطياره شو الخطوة اللي لازم اعملها اول شي لازم يكون عندك شي اسمه ملتيميتر واذا في عندك شي اسمه سموكستوبر ممكن ولكن هاد اللي انا بعمله بالضبط فخليكم معاي رحول الكاميرا لفوق ونكمل الشغل دائما قبل ما نبدأ شغل على الطياره بالبيت لازم 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 مرة ثانية لازم 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 انفك المراوح 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 بتجيب الملتيميتر بتحط المود على هاد المود هاد المود شو يعني اذا كان في عندنا شورت يعني عندنا سلكي موصولين ببعض او عندنا البلس والمينس موصولين ببعض يعني هاد الشي ضرر كبير على الطياره رح يعطينا صفاره فاذا سفرت الطياره انا شو اعمل على القطب السالم وقطب الموجب نوصله مع بعض اذا سفرت اول مرة وصلتوها بعدين وقف التصفير عادي هاد لانه موجود في كباستر وفي اشياء كثيرة المفروض ما تصفر وتكون هاي الارقام اذا مرة من المرة وصلت وصفرت بعدين شلت ورجعت وصلت مرة ثانية وراح التصفير مع انت الطياره جاهزة انك تشغلها بتقدر توكع على الله وتوصل البطارية وبعد ما توصل البطارية رح تسمع احلى ثلاث رنات اول ثلاث رنات معنا التل اي اسيات متواصل مع المحركات وواصلها كهرباء عدل بعدين رنتين معناتها انها تتواصل مع الفلايت كنترولر بطريقة صحيحة وهاد المطلوب ايجاده لو لاحظت من الفيديو رح تلاقي انه في عندي تغييرات خفيفة بالطياره تغيير الاول اللي ممكن تشوفه هو وضع الانتينة بالامام لما حطيت الانتينة بالوسط وعلى 6 سيل او حتى ممكن في شباب حتى على 4 سيل واستخدمنا نحن البيرو فلايت كنترولر والاسي لقيت انه الارسال قاد ينخفض لهذا السبب قدمت الانتينة قدام وما عند عندي ولا في السيف وطرت فيها مسافات جدا بعيدة شغلي ثاني هي ستتوفهم في جو برو مونت الديزاين تحت المونت موجود عندي على ثنجيورس الرابط موجود تحت ممكن تدخلوا وتلاقيوا التصميم مثل تصميم هاد مثل تصميم البريس اللي ورا للفلايت كنترول للفيتي اكس والبد اللي تحت الفيتي اكس فالطياره صارت جاهزة والان صار وقت البرمجة اهم خطوة بتجهيز الريموت كنترول انه يكون عندك موديل جديد موديل جديد هاد ممكن تعمل عليه اكثر من طياره لها السبب خلينا نجهزوا مرة واحدة من الاساس وبكل سهولة اول شي تعملوا انك تروح دوس مينيو بعدين بيج انسى كل شي وروح مباشرة على صفحة اسمها ميكسز ستجدون 4 قنوات او 4 قنوات من الواحد الى الاربعة هادول الاستيكات Throttle rudder اللي هو الياو الاليرون اللي هي الرول والاليفيتر اللي هي البيتش فخلص خليهم مثل ما هم خلينا نروح مباشرة على تشانل 5 تشانل 5 على البيتافلايت اسمها اوكس 1 لانه راح تلاقي مكتوب Throttle ياو رول بعدين اوكس 1 2 3 4 فاذا خصمنا اول اربعة راح تكون راح تكون شانل 5 هي الاوكس 1 بتدوس عليها بتروح على السورس وخلينا نعمل زر الارم اللي هو هاد راح تلاقي مباشرة اوتوماتيكلي تغير الى اس اي نرجع باك نتكد انه او اكزيت اكزيت راح تتكد انه محفوظ شانل سيكس السورس خلينا نعمله خلينا نعمله هاد الزر اللي هو الانجل مود والهورايزم مود والهورايزم مود والريثم مود شانل 7 خلينا نعمله هاد الزر وشانل 8 خلينا نعمله زر اليمين وراه هاد راح يكون شي اسمه برياء بهذه الطريقة منكون جاهزنا الشياء الاساسية بالريموت كنترول اذا مننا نكمل بالريموت كنترول نرجع لبره بره بره نرجع دوس مني ومرة ثانية وبيج نجي على الموديل نيم تقدر تسمي طيارتك انسى التسمية حاليا نروح على الطايمر وخلينا نعمله على THS معاته على حركة الثراثل بيمشي الطايمر ونعمل مثلا ثلاث دقائق اوكي ننزل تحت ونقول call minutes بهذه الطريقة بتشوف اذا رفعت الثراثل هاي طفي التانجو وشغله مرة ثانية تشوف الثراثل تحت التايمر مش شغال مجرد ما ترفع الثراثل التايمر بيكون شغال حتى لو رفعه شوي صفر وقف التايمر لهالسبب يعني اذا انت طاير بيحسب الثراثل اذا وقفت طيارة حتى لو نزلت على الارض وشغال المراوح بكون التايمر واقف بهذه الطريقة بتكون انت حميت حالك وحطيت حالك تايمر اللي هو الثراثل دقائق على السكسسيل طيارة بتطير خمس دقائق تقريبا ولكن انت بتكون عارف اني بتحط التايمر اللي بدك ياه ولكن هاي هي الطريقة كمان ممكن نعمل شي تاني ممكن بعدين تروح على الـ وتحط لك مثلا اذا عملت ARM تقول لك ARM وانت فيك تبرمجها هاي هاي موضوع تامن مختلف رح نعمله بفيديو مفصل ولكن بهذه الطريقة بتكون جهز التانجو لبرمجة الطيارة على البيتافلايت اذا حبيتوا هاد الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتعمل شير لهذا الفيديو ولا تنسى تترك لي كومنت تترك فيه سؤالك تعليقك واذا عندك اي سؤال اي استفسار اي اقتراح اي ناقد بناء لا تنسى تواصل معي على الخاص او اتركه بالكومنت تحت لا تنسى تشارك هذا الفيديو انا اصحابك مشاركتكم لهذا الفيديو دائما بتكون مفيدة ودائما بتكون مشجعة انا اعمل فيديوهات تانية واذا حابب تدعمني بتقدر تدخل اليوتيوب على وصف الفيديو وراح تلاقي كيفية دعمي حتى انا اقدر كمل معاكم حاب اشكر بايرو درون حاب اشكر كل من ساهم بدعم هذا الحساب ودعمي بهذه الرحلة بالريسنج درون لا تنسى تشوف كل الفيديوهات لقبل مروا على الفيديوهات وترك لي كومنت ولايك وشكرا مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا